السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الكرام كما لاحظتم وشاهدتم خسر فريق الهاتف البركان لكورة القدم بهدف وحيد من فريق سريع والزم مبارا كاريتيان فريق الهاتف البركان مبارا كان عنوان الابراز التيهان كان عنوان الابراز ضعف الدفاع البركاني والوسط الميدان والهجوم ضعف الاطار التقني في التغييرات ضعف كل شيء في فريق الهاتف البركان هذه الليلة حيث كانت مباراة سريع والزم في فريق الهاتف البركان مع الاسف بالملعب البلدي لمدينة البركان كانت كاريتي بكل ما تحمل الكلمة من معنى اذا مع الاسف فريق الهاتف البركان يخسر على ارضيه بهدف وحيد من سريع والزم مباراة الهاتف البركانية لا تكتيكة فيها ولا اداء ولا نتجه برغم السيطرة البركانية بنسبة 61% الا ان النتيجة كانت لصالح ابناء واتزم الذي نفاذه وكسبه 3 نقاط تمينة اذا السؤال اين كان المشكل اين ترسانة العيبين من هذه المباراة واين كانوا غائبين تماما في هذه المباراة فريق الهاتف البركان ادارة الهاتف البركان تنتظرهم ميركاتو اما ان يكون قويا من معنى مع الاستغناء عن كل اللاعبين الاجانب باستثناء يوسف وضايو عن كل لعبين الاجانب باستثناء يوسف وضايو لان اللاعبين الاجانب الاخرين لم يعطوا الكثير لفريق الهاتف البركان ولم تكن لهم صراحة تأثير واضح في فريق الهاتف البركان الفلاشمة في وسط الميدان ولا تسلة في الاجناحة ولا مزنقوا في الهجوم لم يعطوا اضافة بالاضافة الى الحديث عن الادمباء المشكلة اللي عندنا معها اللي مبغى شريزيليه وانا فريق الهاتف البركان لانا قيوم غالي على فريق الهاتف البركان لذلك وجب اصلاح عادي النقاط الدفاع البركاني فبستثناء بعدي والمساوي وضايو ومقدم والرقراجي والمساوي فهذا المركز لم يصلح حرص المرمى نائبه الثاني ضعف اكبر والثالث لم نشاهده فقط نشاهده في ديكات البودلاء مرات قليلة وموسط الميدان مشكل كبير فوسط الميدان احنا عندنا مشكلة فوسط الميدان الدفاعي بقيادة العربي النهجي وربما بكر الهلالي في فترة من الفترات عندنا مشكلة فوسط الميدان الهجومي فلا فلا موزونجو فلا شاما ولا كذلك اللاعبين اللاعبين اللي لعبوه في هاد وسط الميدان في فارق النهجي فلم يعطوا حتى لم يعطوا الصراحة الاضافة المرجوه في هاد المركز وموسط الميدان وبالتالي صراحة سؤال كبير في وسط الميدان الهجومي وديس والعشرات من يمشى بالمولة بالرباح من يمشى حسني يعني ما ملقيناش الاضافة في وسط الميدان الهجومي رغم اننا نشرين المدن يعني صراحة الاداء محدود في وسط الميدان مدن مشيرك الشي اللي اعطنا مشيرك الشي اللي بغيناه فسط الميدان صراحة مع كل الاسف اللي بقى السؤاله كبيرا وكثيرا حول الهجوم البركان اللي صراحة غائب كل الغياة في فريقنا ولم يعطي الاضافة ولم يعطي كذلك شيء المرجوه منه وشكنا ان البحروي تائه تائه صراحة حتى مزنقو في بعض الفترات لم يعطي الاضافة مع الاسف حتى الزغودي كذلك سؤال الهجوم وسط الميدان وسؤال الدفاع فإذا فرق كامل خصوصه يتغير الا بعد الاستثناءات ربما القليلة فباستثناء ربما الحمياني كحارساني المساوي وبعدي وكذلك ضايو والرقراقي وكذلك العربي الناجي وكذلك البكر الهلالي المدر كخيار ثاني وربما احتفاظ كخيار ثاني بالبحراوي وكذلك وكذلك الفرحان عنده مكان وكذلك وكذلك كخيار ثالث في فريق النهاردة تبريكان وكذلك اللعب الافريقي أو الكأس الافريقي الممتازة ربما كأس العربي وكذلك وكذلك اللعبين في نهاردة بركان يفقدوا المكان لديهم صراحة لا يكونوا واضحة من اللعبين والريتم الطاكتيكي والطاقة والطاقة التي يستعملونها في الملعب بكل أريحية بون كبير ما بين لعبي بركان فارغ كبير ما بين بطولات وبطولات بحلي واضحة لاعب أوروبي صراحة لاعب جميل لا نقولوا ما بين المشكلة في ايبنغي ايبنغي كان عارفوه مدرب أفريقي كبير كان عارفوه مع المنتخب الكونغولي المحلي والمتخب الكونغولي الأول وفي تاكله ب 12 ساعة نتائج وكان نتقاول في أيام عزة لا تحدوش على ايبنغي في الأيام التدهور ومتشأ الصدفة كذلك في الكونفيدرالية ربما بشبعات في الكونفيدرالية ويكون واحد المنافس كبير حتى دور المجموعات لدينا رغبة لا يسهل معمرو الأفريق تكون سهلة بفرقنا عفزنا بها مرة مرة ثلاثة أربعة ومعمرو غادي معمرو غادي نقولوا ودينا يعني شبعنا بالكونفيدرالية لالكونفيدرالية كنت أعتبر واحد إضافة كبيرة لتاريخنا ونتمنى وكذلك البطولة المغربية حتى هي تكونوا بعيد العين دينا نكونوا راغبين فيها ونكونوا بغينها ونكونوا كذلك طامعين فيها لأن البطولة المغربية تكون التكافى ديلها كيفاش نربحوها كيفاش نلعبوها كيفاش نجيريوها بلي بليسور بلي كارتون باللياقة البدنية كيفاش نجيريو هاد البطولة البطولة ماشي السهلة البطولة هوا عرعلكم في درالية أفريقية بطولة المغربية ثلاثة نظورة دهابن وإيابن كاتمشي كاتجي كاتلعم فروق البيضاء فروق الريباط فروق أقادير فروق طنجاء فروق اللي بعيدة فروق اللي قريبة فروق اللي تكون هزيمة فروق اللي تكون غاجية منتصار فروق اللي أمام الجوماهير ديالها لأنها دبركاني يعاني من الجمهور لا يزال الجمهور وخاك اللعبويني خارج الديار مع الفرق ما كنش جمهور ديالها ولكن انها تقعفة انها ما تبغيش تخسر في الملعب ديالها انها ما تخرج مكتر تبعاش تخسر نحن باخل لخصوم الجمهور لا يريدن العبودين بنجانة البركان خصوم دابعة تدافعة لأنها توجد مباراة سفاكس وانا تخسر لأننا حصران بجوج الوالو في تونس التقناع هنا في بركان ثلاثة الوالو للتونس النادي سفاكس يمعش بالجمهور بالحماس دافعه والإدارة الدفاعه والمعبيد واللاعبين ودعم لمنظومة لانهو دات بركان حاليا مانه الآن كنت San Sufi مرة فأنا لا أ immorality الذكاء المدر 어떡 nineteenth حاجة بسيكولوجة نفسية عائلية ربما كان أسباب ومسببت وكان تأثيرات منظومة هذا الشيء منظومة صراحة كورة الخدمة منظومة للإخوة الكلام اذا نتمنى نتمنى وكذلك تفعلوا معنا وتناقشونا وتعطينا الآراء هنا تحت أسفل في الكومنتر ونتمنى وتجاوبوا معنا خسرت نهات بركان ما هي إلا درس وعبرة اللاعبين إذا كانوا فعلا يحملوا القميص البركاني ويمتيلوا لمدينة بركان لأن أي واحد يأتي في بركان يجب أن يتقاتل ويجب أن يكون طوب نحن له بالمرصاد والجماعات البركانية له كذلك ونريد أن نختمها هذه السنة الميلادية باحد حاجة نتصار 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 المرتبة الثانية أو الثالثة ومهم صارحة المرتبة الخامسة سوف نتراجع مؤقتا نتصار المباريات الفرق الرجلات وتهرب الويدات وتهرب الجيش نتصار 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 وعاشة الـ RSP إلى اللقاء شكرا نتصار